السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والآن أجد القيمة العظمى والقيمة الصغرى للدالة ضمن منطقة الحل أستعمل البرمجة الخطية لإيجاد الحل الأمثل لمسائل حياتي تعالوا نشوف مع بعض مفهوم أساسي منطقة الحل هنا محدودة ليه؟ لأنها طلع على مضلع مغلق زي ما احنا شايفين في الرسم طيب رؤوس الحل زي ما احنا درسنا أمس بتبقى واضحة وأقدر أحسبها عن طريق الـ X والـ Y هنا أنزل على الـ X ثم أحسب الـ Y هنا أطلع للـ X ثم أحسب الـ Y هنا منطقة الحل مفتوحة وممتدة زي ما احنا شايفين هنا مفيش إغلاق وبذلك هتكون غير محدودة ويمكن أن تحتوي على قيمة عظمى أو صغرى نشوف مع بعض المثال الأول مثل نظام المتبينات الآتيبانية ثم حدد إحداثيات رؤوس منطقة الحل ووجد القيمة العظمى والقيمة الصغرى للدل المعطاء في هذه المنطقة الأولى Y أكبر من أو يساوي 3 وأقل من أو يساوي 6 Y أقل من أو يساوي 3X زائد 12 Y أقل من أو يساوي سالم 2X زائد 6 وهنا دي الدل المعطاء اللي أنا هقدر أحسب منها القيمة العظمى والقيمة الصغرى تبقى طبعا مختلفة ما فيش متبينة F, X, Y يساوي 4X ناقص 2Y ودي دورها بعد مرسم وأحدد رؤوس منطقة الحل السؤال إحنا رسمناه قبل كده ومثلناه قبل كده وعملنا الجداول طبعا المتبينة الأولى فيها Y فقط إذن هنا لا يحتاج جدول إنما أرسم مباشر زي ما احنا هنشوف مع بعض شوف عند ثلاثة خدنا خط أفقي وطبعا الخط متصل عشان موجود يساوي وعند الستة أيضا هنعمل خط متصل بينهم يساوي طيب هنا نقدر نعرف منطقة التصليل اللي هي تقع ما بين الثلاثة والستة نروح بقى للمتبينة الثانية Y أقل من أوساوي 3X زائد 12 ومنها هنعمل شغلنا اللي احنا هنحول هذه المتبينة إلى معادلة ثم نجد قيم X و Y مرة X بصفر ومرة Y بصفر تعالوا نشوف الحل هذه X صفر طلعت معايا 12 لل Y Y بصفر طلعت معايا سالب 4 وأرسم الخط المستقيم يا أولاد ونعمل طبعا اختبار نقطة الأصل هنا ضروري عشان نقدر نحدد منطقة الحل بسهولة نرسم المستقيم الثاني Y ساوي سالب 2X زائد 6 مرة X صفر ومرة Y بصفر طلعنا قيمة Y بستة وهنا طلعنا قيمة X الثلاثة نختبر منطقة الحل طبعا صفر أقل من أو يساوي 6 الإجابة هتكون منطقة الحل صحيحة أي أنظر للمنطقة اللي فيها صفر نحدد النقطتين على الرسم ثم أرسم المستقيم بتاعي متصل وأعمل التظليل لاحظ بقى المنطقة هنا كلها المشتركة بين الأربع مستقيمات طيب بعد كده أعمل إيه أحدد أحدد رؤوس منطقة الحل الرأس الأولى 06 أو 6 و 0 ستة و سالب اتنين طبعا مكتوب العربي إحنا طبعا هنحولها إلى إنجليش عندنا سالب تلاتة و تلاتة واحد ونص و تلاتة 06 سالب اتنين و 6 و نعوض يا أولاد في الجدول اللي احنا عملناها اللي هي الدلة اللي أنا قلت لك عليها هنستعملها عشان نعرف نوجد القيمة العظمى و القيمة الأصل المنزلة التانية والخانة التانية أربعة إكس ناقص اتنين واي والأخير القيمة اللي هتطلع للتلاتة عوض عن الإكس بسالب تلاتة و عوض عن الواي باتنين تعال نشوف الخطوة الأولى هذه أربعة مضروبة في سالب التلاتة ناقص اتنين مضروبة في تلاتة إذن النتيجة سالب 18 ممتاز التعويض أربعة ضرب واحد ونص ناقص اتنين ضرب تلاتة النتيجة صفر أربعة مضروبة في سفر ناقص اتنين مضروبة في ستة الناتج سالب 12 هنضرب إلا أربعة في سالب اتنين ناقص اتنين مضروبة في ستة الناتج سالب أشهر من هنا نقدر نحسب القيمة العظمى والقيمة الصغر إلى القيمة العظمى لأن ده الصفر أكبر واحد فيهم كلهم عدد سالبة يبقى الصفر ده القيمة العظمى لهذه الدلة طيب القيمة الصغرى هتكون طبعا سالب 20 وممكن أكتب بقى السطر الأخير القيمة العظمى للدلة وتكون عند النقطة واحد ونص ثلاثة والقيمة الصغرى للدلة تساوي سالب 20 وتكون عند النقطة سالب 2 و6 عندنا السؤال الأول واحد إيه طبعا نقرأ اكس أكبر من أو يساوي سالب 2 وأقل من أو يساوي 6 لما تلاقي اكس فقط ابدأ بقرائتها الأول اكس أكبر من أو يساوي سالب 2 وأقل من أو يساوي 2 إذن هنا ياولاد رسمه مباشر على طول ليه المتابعينة كلها تحتوي على اكس طب واي أكبر من أو يساوي 1 وأقل من أو يساوي 5 برضو رسمه مباشر بس هنجي عند الايه الاكس بسالب 2 وارسم خط رأس اجي عند الاكس بستة وارسم خط رأس وطبعا تزليل بينهم طيب الواحد والخمسة بتاعت الواي عند الواحد أرسم خط أفقي عند الخمسة أرسم خط أفقي وأظلل بينهم طب الدلة الأخيرة واي أو المتبينة الأخيرة واي أقل من أو ساوي إكس زائل 3 يبقى نعمل لها جدول حولها المعادلة واي تساوي إكس زائل 3 ونعود مرة بإكس بصفل واي بصفل ثم أرسم المستقيم لهذه المتبينة وطبعا المستقيمات كلها لاحظ أنهم كلهم عندهم يساوي يبقى المستقيمات متصلة الدلة الأخيرة بنستعملها إمتى لما أحدد رؤوس منطقة الحق هنعتبر إن شاء الله وحبيه هيبقى واجب عندك هنا واي فقط رسم مباشر هنا جدول ثم أحدد منطقة الحل ثم أعود في الدلة زي ما نشوفنا الجدول المرسوم أرجو من الجميع أن يستفيد من درسنا سجلة أحاوز الجميع إن شاء الله يعتبر نفسه إنه مفروض داخل الفصل ويبدأ يشتغل ويطلع الورقة والقلم ويجب دفتر مربعات ويبدأ يشتغل عشان يبقى الرسم سهل لكم مني التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر